عالموجي السواء فإذاً مثل ما قلنا بنيولوك اليوم رح نحكي عن سلبيات وإيجابيات علاجات الليزر خصوصة بفصل الصيف وإدافة لغض بهالموضوع وناس أنت رازم اللي عبرون يعملوه هلأ قبل بعد كل هالتفاصيل رح نعرفها مع خبير التجميل الوجه والجسم عبير عيسى أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان هاي أونري أهلا فيك عرب اشتقنالك ميسيو مور قبل ما أفوت بالموضوع الكونفرانس اللي عم تعمليه ورشات التدريب اللي عم تقول فيه أسمنله عليك وبلبنان عم تصير خبرين هيك على السريع أنا أونري بتعرف أنه نحن بهذا العالم عالم التجميل دائما فيه أجهزة جديدة دائما أنت بدأك تواكب كل شيء نيويس تكنولوجي لحتى تكون مواكب التطور نعم فالفترة اللي ما رأيت كنا كتير مشغولين أنه نحن فيه كذا كونفرنس كانوا من بره بأجهزة متطورة وهذه الأجهزة كنا على صعيد كانت على صعيد الجسم وعلى صعيد الوجه وهذه الأجهزة أصلا حتكون عنا سون قريبا مدة شهر راح تكون عنا بالكلينيك وعندكو بتحديدة برافو حلوة هل هل لقاءات أو هل ورشية العمل والتدريب قدامهم مين يكونوا بلبنان وأنت كنت عم بتدربة كمان مش بس عم تشوفي القصص عم تعلمي على كتير شغلات بهذا الورش لقلك شي نحنا كنا دايما نسافر كنا نسافر لأننا نحصل على الأجهزة الجديدة صاروا معتبر أنه لبنان من البلدين المعتمدة للأجهزة الجديدة هذا خلى أنه الشركات اللي بره حتى تقدم لنا الورش الموجودة باللبنان أكيد نحنا كتير اشتغلنا لحتى تصير الورش عنا باللبنان وهذا بيعطي بوش كتير حلوة للبنان على صعيد الأجهزة الجديدة تكون متواجدة بالعالم شو الأجهزة الجديدة بيشوتوا عنا خصيصا بكل شي يعني اليوم حيكون عنا جهازة جديدة على صعيد الليفتنج هيدا حيعمل بومنج بالعالم نعم فيلي جاربو إذا بدك حتى على صعيد الأجهزة البادي كمان فيه أجهزة كتير جديدة إن شاء الله قريبا حتكون عنا بالسونج نعم قبل ما نبلج حديثنا بدي أذكركم نعم فيكم تتواصلوا معنا على الأرقام اللي رح نذكركم فيهم بعد شوي على الهوى تسألوا أي سؤال فيما يختص بهذا الموضوع على ضيفتنا عبير عيسى الليزر عبير شو قصة الليزر لي دايما نحنا من لخبة مضر بفصل الصيف تحضيراً لفصل الصيف أنت لازم نبلش فيه ونحنا منتأخر نبلش فيه لا أعطيكي فكرة أونري بشكل عام الليزر هو فيه كذا تكنيك من الليزر الليزر على صعيد القصص الخاصة بالفيس وعننا الليزر الهير رموفر هلأ خلينا أعطي بريف اللي هو إزالة شعر هأعطي بريف أنه الليزر هأحكي بخصوص الفيس نحنا كل شيء الليزر خاصه بالفيس هيدا ممنوع منع بيطة نحنا بالأشهر اللي بتكون فيها حرارة نحنا نعملها أجهزة الفركسل الأجهزة اللي بتسبب بحرق لطبقة الجلد الخارجية هيدا ممنوع منع بيطة نحنا نعمله حتى لو بنا نقعد بالبيط ممكن نتأثر من الحماوي الموجودة بالبيط هي مش ضروري الشمس هي اللي بتأثر سلما حتى الحماوي الحرارة هي بتأثر بشكل سلبي نحنا نتجنب بشكل عام كل شيء أجهزة خاصة بالفركسل خاصة بالتأشير خاصة هيك نعمله بفترة الصيف حتى الفيبرو بلاس البلازماش هيدا نحنا دايما ممنوع منع بيطة نحنا نعمله بالصيف نعم طب ليش نحنا مننطر لنبلش هلأ يعني قبل البحر بشوي قبل الصيف بشوي صبايا وشباب اللي حصلنا الليزر عم بيعملوه اتنين تنبلش فيهم قبل يعني ليش مننطر لآخر ديئة تنبلش فيهم وهل خطأ انه نبلش فيهم احنا هلأ او لازم نعملوه بالشتوية لازم نبلش فيهم بخصوص الليزر الهير رموفر بشكل عام هلأ صار فيه تمدن بالأجهزة يعني قبل كيه ممنوع منع بيطة حتى الليزر مع تعرض للشمس هلأ الأجهزة المتطورة بتسمح انه نحنا نعمل ليزر بس أكيد بدنا نعمل وقاية 3-4 تيام او اسبوع مننزل فيها البحر بس بشكل عام المفهوم اللي بتياخدوا للليزر انه اول ما بتوصل للصيب بتشوف وجه جسم على المرأة هيدا بيخليها انه لأ انا لازم اعمل ليزر لازم اتخلص من الشعر بس هو فعليا الشي المزبوط لازم نكون بفترة الشتا فعليا هيدا الازبط انه نحنا بفترة الشتا هو اللي نحنا نعمل ليزر الهير رموفر هيدا ما بيمنع اذا عملناه بالصيف ما بيأثر بس اذا اتبعنا الامور البروتوكول المحدد للليزر تما نقز حالة لازم قبل ما نبلش الفصل الصيف اي حدا عابير عنده سؤال عابيره يسألك عن هذا الموضوع عرقامنا 0-1 3-2-5-3-5-7-6-6-11-0-3 او 0-2-5 واتساب صوت لبنان 7-6-6-11-0-1 قلتي لي الليزر كله مضر مضر اذا بنا نعمله هلا ما نتعرض للشمس بده يباينه يعني بيعملوا بحبات صغيرة يجوز نحنا اول منامه ممكن يسبب حرق ايه ونتعرض ديغلي لاشاعة الشمس قمة الخطر ايه كمان هقول شيء فيه اشخاص كتير بتكون عم تعمل ليزر بنفس الوقت بتكون عم تعمل سولاريوم سونا ديما اي خد كل الشخص من هذا الشخص فيه اشخاص بتعتبر الكونسولت worked مضيعة لوقت إذا بدو يحدد بشكل عام اليوم بالصيف أغلب الأشخاص بتعمل سولاريوم اليوم اللي بتعمل الليزر ممنوع منا عم بيتنا تعمل سولاريوم منوم لأسبوع منوم انت اليوم اللي بتعمل سولاريوم انت عم تعرض جسمك للحرق ممنوع منا عم بيتنا تعمل الليزر مع السولاريوم اليوم انت عم تخبي هيدا الموضوع عم تأثر على حالك ما عم تأثر علينا دايما بنا نعرف السولاريوم والليزر ما بيلتقوا بنفس الوقت شو بيصير شو النتيجة شو ممكن يحصل حروق من اي درجة ممكن تالتي ممكن نحصل على درجة حروق تالتي اليوم بشكل عام السولاريوم اذا طبعنا بطريقة الغلط اذا اخدنا وقت من العشرين دقيقة بالسولاريوم وهي فيه اشخاص بتاخد عشرين دقيقة وما فوق تعتبر اذا تحملت السولاريوم يعني هي شي جبارة يعني قارة تتحمل هذا بيسبب لحرق طب كيف نحن عم نرجع نعطي ليزر عبشرة ضوبة تتحمل السولاريوم لوحده ممكن يسبب لنا حرق درجة تانية ودرجة تالتي كيف اذا ندمج السولاريوم مع الليزر فيه امل كتير كبير انه يكون عندي ريسك كتير كبير يكون في عندي حرق غمي نضطر نعالشو كحرق عادي اديش طيب السؤال هيك على جم ادي للفترة الانسب للسولاريوم يعني نحن معرفهم بتقول لي في ناس تعد عشرين دقيقة في ناس تعد عشر دقيقة في ناس تعد خمس دقائية ما بعرف ادي الفترة عشرين دقيقة مش طال ولا لأ مقبولين من الناحية الطبية هو السولاريوم مضر مضر بشكل كتير كبير عا كل انواعه عا كل انواعه للجسم للجلد بسبب كونسير مضر بس هيدا في حال كتير كبير من الاشخاص اللي بتعمل السولاريوم دايما اذا عم انت عم تشتغل بروتوكول السولاريوم المزبوط لازم اول فترة يكون عندك ست دقائق لا اكتر ولا اقل اقل من العشر دقائق الجلسة التانية فوق ست دقائق اقل من عشر دقائق اول جلسة هاي دي اول جلسة الجلسة التانية بتكون بعد يومين او ثلاثة فينا نعلي الدقائق يعني فينا تصير عشر دقائق بتصير نعلي تقريبا درجتين بالسولاريوم الاشخاص فيه اشخاص بتعتبرها انه هي قوة انه بتفوت دايركت عالسولاريوم عشرين دقيقة تخيل السكن انت عم تعطيها حرارة لمدة عشرين دقيقة كونسنتري بمحل محدد تلقائيا هيصير في عندها تلقائيا اصلا ما حتتحملها يعني انت تتحمل عشرين دقيقة انا برأيي بكونوا عم بيخارروا بحالهم منهم بحاجة يعملوا عفترات توئيد متقاطع متقاطع هو الهدف ناخد لون مش الهدف نحرق الجلد ويصير اسود هيدا الفرق بين طريقة في ناس مشاهير خصوصا يعني عندهم سولاريوم بالبيت يعني فيتين ضهرين صحيح اذا السكن تبعهم فتح شوية بيعم هي بس مش بس المشاهير فيه اشخاص عندهم نهوز بالسولاريوم انا عندي عندها اياها بالبيت عندها اياها بالبيت لدرجة انه عمره صغير هيدا الست بس بشرتها بيني كست مسنة بتخلش بالجلد بالسولاريوم اكيد اليوم السولاريوم انت عم تكسر كل شي موجود بالبشرة وخاصة اذا كنت عم تستخدم السولاريوم بطريقة غير منتظمة هيصير عندك بشرة مترهلة تكسرات بالبشرة حتى التاشب ريون بي بالسكن من وراء السولاريوم بتبين بشكل انه ست كبيرة بالعمر اكيد تعرض للشمس الطبيعي احسن من السولاريوم بالنهاية تعرض لشمس نحن بيحاجة لقلة لنقو البيتامين هم بحكي للناس اللي بدهم هيدا اللون ايه على البحر انت بالعكس بالعكس اليوم انت عم تاخد اللون خلينا نقول برونز من الشمس افضل كتير انك تاخده بالسولاريوم هزدلك شي انه حتى اللون اللي بتاخده انت على البحر مش بعزين الظهر يعني اليوم بتفكر اذا نامت 3-4 ساعات بالشمس بتاخد لون هي بتحرق حالها جرب انت البحر تاخد اللون من بعد الاربع من بعد الخمسة لما تكون الشمس عم تغيب تاخد لون كتير ما هو الهب اللي بيعطيك اللون الحرارة بتعطيك الحرق بس الهب هو اللي بيعطيك اللون اللي بدك تاخده اذا جمعنا هب وحرارة وحرق الشمس مع الليزر مشاكل كتير كبير شو نصير عنا مشاكل عنا هوسبتل اثرت نهار في عنا مستشفى اليوم اليوم البشرة انت عم تسبب لحرقات اذا ما اشتغلت بالطريقة المزوطة حتى الفرة الزمانية حتى الفترة الزمانية بين اول جلسة وتاني جلسة للليزر هي بتتراوح بين الخمسة وقاربين للشهرين مش اقل اذا عم نحكي بطريقة الليزر المنتظم المزبوط لناخد نتايج كتير مهمة سو الفترة الزمانية حتى بده وقت بين اول جلسة وتاني جلسة بالليزر سو فيه روق فيه اشة بسيطة نحن اذا اتبعناها وصلنا لأفضل النتايج واذا ما اتبعناها لحول ولا عمل ان نقزي حالنا مش اكتر تحت الباط هلأ كمان صاروا عم ينشيلوا بالليزر بالمناطق الحساسة عند الرجال والنساء عم ينشيلوا بالليزر هون خصوا بالتوئيت اذا بالصيف او لا لانهم عادة ما بيتعرضوا للشمس هالمناطق ولا كمان الافضل بتأس شوية في برود كمان دايما كل المناطق الموجودة بالجسم بشكل عام لازم الى بروتوكولة محدد نحن نستخدم فيه الليزر دايما بنفضل الاشهر والايام اللي فيها برودة مش الاشهر اللي فيها حرارة حازية شغلة التصبغات اللي بتصير بنورة الليزر اي في عالم كثير ما بتنتبه شو لي صار عندي تصبغات تحت القبط او بالمناطق الحساسة كتير مهم بصير اسود اوقات برجو باسود كتير مهم انك تعرف شو تلبس تحت شابك الاندرور كتير مهم انه ما يكون ميل للالوين الغامقة بعد الليزر بفترة نحن عم نعمل الجلسة لانه دايما الليزر بيبقى بجسمنا 24 ساعة سو تخيل انت عم تلبس الاندرور هو أسود او براون او او انت عم تسحب من اللون اللي انت لابسه فيه اشخاص بيجوا كتير بقولولي عبير الاندرارم السود من بعد الليزر او البكيني السود من بعد الليزر بسألهم الفكرة انه الاندرور شو كنتوا عم تلبسوا او عادي بقى هاي دي تخيل ما ابسطة وهي كتير مهمتها تمنع التصبغات تحت الابط او باي مناطق حساسة عبير عيسى هالمناطق لانه حساسة اكتر رقيقة اكتر ولا لا ماذا هيدا هي اول شي اللي سكن بشكل عام هي رقيقة اكتر تحت الابط وهي هي رقيقة اكتر وبشكل عام دايما الاسكن بتاخد من الاسكن وهي اصلا الاسكن بتتأثر باي عامل من برا اذا تنصح انه يلبسوا تفاضع غير الاندرور يعني حتى الليباس وتفاضع الليزر حتى الليزر نحنا بنركز عليها اليوم بدك تعمل الليزر الميل عالالوان الفاتحة مثل تميل عالالوان الغامقة بلاس ميل عالال تشاب الواسعة في معدات جديدة كمان هذا القطاع عم يتطور مثل بقية القطاعات عبير يعني هلأ في اش خاصة بالبدء في اجلزة كتير نازلة جديدة بومنج حتنزل يعني من هلأ لشهر السوم بتكون عصعيد الفريزنج عصعيد الكافيتيشن عصعيد قدام الالترافورمر عملت بومنج هلأ نازل شي اسمه ام بي تي تكنولوجيا هلأ شو تحديدا هلأ للفتنج للتخلص من الفات للدريناج سون سيكون في اجهز كتير بتطور نازل حلو حلو لبنان دايما الاول فعليا نحنا نامبر وان بالاجهزة على صعيد الميدل حتى لو مرأ لبنان بكل الاوضاع اللي صارت بين عاد لبنان هو نامبر وان عبير عيسى ممكن اذا رحنا عند الشخص الغلط عند الشخص اللي مش وسقين فيه ممكن الليزر يود لمشكلة كبيرة اذا نعمل بطريقة خطأ ممكن نكون بلايزر نصير شي تاني ما نعرف شو هو ولا كتير قليل الخطأ بالليزر لا بالعكس الليزر هو اخطأه كتير كبير يعني اليوم انت عم تسبب طريقة الليزر بالطريقة الغلط بتسبب لك حرق هيدا الحرق تخيل انت قد بدك لتتعالج منه منهم شهرين لتلات شهر الانرجية بتلعب دور الصبي اللي عم تعمل الكونسولتيشن لتعرف التكستور الشعر اللي عندها شو الانرجية اللي بدت تعطيها اذا كانت دايما الكونسولتيشن غلط انت فيه ريسك كتير كبير يصير عندك حرق بالعكس الليزر ممكن يسبب حرق تفوت فيه مستشفى تعالجه لمدة شهرين وثلات وشيلك عن العلام اللي بده يسبب من وراء الحرق انا مرة صرت عندي عروس وعرسة كان قريبا بعد شهرين صدق ايديها اجت لعنها محروقة العروس قبل قدير يزب تجي لازم تكون خالصة الليزر قبل 5-6 شهر من عرسة لازم قبل وقت كبير انه تكون خالصة وهلا اذا ببقي جالسات ريتوش او شي شي نورمال بس ما فيها تقول قبل 6-7 شهر انا بدي بلش الليزر قبل 6-7 شهر بعد تكون خالصة بدي تكون خالصة حرام لليوم الجالسات بد وقت بدي لا تاخد نتيجة سوبر نتيج في سؤال وردني عندي على التليفون صوية مرحول اسمها اوكي انا طلعلي بوجه شعر وفي بيناتهم شعر ابيض يعني شايف هيدا بيروحوا على الليزر او لا اكيد هلأ نعم نحكي بقصة نيو بس تكنولوجي في انا سافيرة تكنولوجي يعني سوبران تكنولوجي هلأ فيه جهاز خاص للوبر ولشعر الابيض اللي هي كنا نحنا هيدا شي عنا مشكلة كتير كبيرة كنا نتخلص من الشعر الغامق والقاسي الشعر الرفيع والبراون او الميل على الشعار ما يقضر ما يقضر هلأ في نيو بس تكنولوجي قادرين نتخلص من الوبر الشعر الابيض ونحصل على افضل النتائج كمان وردني سؤال تاني بقول انا عرسي بعد 14 شهر بلح اعمل ليزر لوجي تحديدا للوج محددتلي اكيد بتقدر الوج دفرت عن البادي بتقدر تعمل هون عم ناخد عم نشتغل صورنا ببرسنتج اليوم 14 شهر يعني قادر ناخد فيه جلستين جلستين يعني نحنا عم نحكي ببرسنتج نتخلص من الشعر فوق 50% نتيجة كتير كبيرة فينا جلستين للفيس بس اكيد بعد عرصة بدا تكفي الجلسة باك تكامل بعد عرصي اختصاصية تجميل الوجه والجسن مع بعيسى كانوا معلوماتك كتير مهمين وضايقين وشرفتين على صوت لبنان تانكيو انري نحنا دايما هون لان كل شي اجهزة جديدة نحكي عنه هلأ نعم يطلب رأمي كمان فيكن تاخدو بالرجيم من الرجيم ما في الرجيم دع تكوني ازا بتكون الرأم شكرا كتير لعليك اهلا سهلا فيك نورتينا بصوت لبنان ومنلتقى بلقاء تاني لهنا نكون وصلنا لاختين من يولوك عبر صوت لبنان مني انا انري داغر ووكيل فريق العمل اطيب الامنيات حتى نلتق من جديد تضلوا بخير عالموجي السواب اشتركوا في القناة